طريقة إضافة طرق الدفع في موقع اختصار روابط السلام عليكم ورحمة الله معكم أخوكم حرودي في هذا الفيديو إن شاء الله سنشرح لكم طريقة إضافة طريقة سحب في الموقع نضغط على administrator area أو منطقة الـ admin سوف نتوجه إلى sitting ثم نضغط على withdraw هنا تظهر معنا جميع طرق السحب هنا enable withdraw إذا أردت تعطيل السحب في الموقع تضغط على now ثم save أو أتركها كما هي لتفعيل السحب في الموقع لدينا هنا withdraw business day أيام للسحب 4 يمكنك جعلها يومي أو على حسب هنا minimum withdraw amount يعني الحد الأدنى للسحب يمكنك وضعها دولار هنا wallet minimum withdraw amount أيضا لما يعتقدها خاصة بالسحب لدينا هنا طرق السحب لدينا هنا الـ paypal تقوم بكتبة الـ paypal مترك كما هي هنا صورة الـ paypal وتقوم بـ paypal هنا تجعلها كما هي نتأكد فقط من أنها منشورة هنا state تجعلها enable ثم تقوم بالحفظ لدينا هنا الـ paypal نتأكد منها هي disable سوف نقوم بجعلها enable بهذا الشكل نضغط على yes screen أيضا نقوم بتفعيلها هنا الحد مثلا سوف نقوم بجعل screen 10$ بهذه الطريقة الـ bitcoin مثلا سوف نقوم بتفعيلها أولا ثم نضغط على minimum 50$ لكي تسحبها bitcoin يمكنك تغيير الصورة الخاصة بالـ bitcoin تقوم بتحميل الصورة على بلوغر أو أي موقع خاص أو أي موقع رفع ملفات وتأتي برابط الصورة مباشر وتضعها هنا ستظهر معك في أسفل الموقع ها هي هنا تظهر الصور الآن عندما نفعل الخيارات سترون مثلا الـ bitcoin والخيارات الأخرى هنا الـ bitcoin enable نترك كما هو الـ web money أيضا نقوم بجعله مثلا مثلا 52$ للسحب لدينا الـ perfect money نجعلها نفعلها والـ pay year أيضا نفعله أيضا نفعله أو التحويل البنكي ونجعلها مثلا 100$ ونضغط على edit نضغط على submit نقوم بتحديث الصفحة وننزل الأسفل كما ترون تم إضافة طرق السحب ها هي الـ pay the screen يمكنك تغيير هذه الصور بالبحث عن جوجل بالبحث عن جوجل مثلا تقوم بكتابة pay year logo وتقوم برفعه في مواقع رفع الصور وتأتي برابط المباشر وتضعه هنا في خانة الـ pay year لإضافة طريقة أخرى مثلا هنا سوف نقوم بكتابة people رصيد people سوف نقوم بجعله 10$ سوف نقوم بإضافة وسيلة السحب جديدة نقوم بكتابة الـ pay people نجعلها مفعلة المينمو المينمو 10$ المينمو 10$ الـ image هنا سوف نقوم بـ تقوم بالبحث في جوجل عن people image بعدها تقوم برفعها في موقع وتضغط هنا هنا في الـ description تقوم بكتابة مثلا email address أو تقوم مثلا بكتابة number phone أو إضافة رقم الهاتف تقوم مثلا هنا مثلا نسخ هذه ووضعها في الـ description ثم submit إذا كانت مثلا اخترت لعبة مثل Free Fire أو PUBG تقوم تقوم هنا في الـ description اكتب الـ ID وتضغط على submit نضغط على تحديث ونضغط على dashboard بعدها نتوجه مثلا أنا هنا مستخدم سوف نضغط على setting profile ثم نزل الأسفن كما ترون تم إضافة وسيلة سحب جديدة وهي people بعشرة دولار يقوم الشخص باختيار people وهنا يقوم بكتابة الرقم الهاتف ثم يضغط على submit بهذه الطريقة هنا يعني لم أكتب الحساب لذلك لم تظهر معي هذه هي شرح طريقة إضافة وسائل دفع يمكنك إضافة الكثير وتغيير الأيقونات الموجودة في الموقع لذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرسة بها دمتم في رعاية الله وحفظه شكرا